ياسر الشهراني الاسم الكبير في المنتخب السعودي خضع لفحوصات طبية دقيقة واشاعة بعد اصابته امام الارجنتين الاشاعة اثبتت اصابته بكسر في الفك وعظام الوجه مع حاجاته لتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي لعبة هجر الجراحة في الساعات الجالية وبالتالي هو خارج المنديال الدربة كانت قوية جدا جدا نهارده لعبة السعودية نهارده كانت بتلعب بفدائية مش طبيعية بروح مش طبيعية بحماس مش طبيعي النهارده الاداء كان حلو كل واحد من الرجالة دول فوق راسنا والله الشهران فوق راسنا فدائية مش طبيعية وعجبني في السعودية النهارده لعبة المنتخب السعودي النهارده ممكن مش حاسين بالدونية الفنية قدام المنتخب الارجنتيني لا 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 انا مش هقلي منك انا باخد الكورة وهراوغ وهجري وهمسك الكورة ومش هتخد ومش هخلص منها ومش هتبفشها وانا بدافع اخش معاك اجريسي واخد منك الكورة عجبني جدا انا ربا فرجع المنتخب السعودي نهارده لفت نظري انت حبيبي انت حبيبي مش خايف مش خايفه وانت ميسي جاي عليك لا لا مش خايف هخش اقف قدام واخد منه الكورة هخطف منه الكورة يا حبيبي ده راموس معملش الكلام ده ما ميسي انا اقدر اعمله انا اقدر اعمله انا لعب المنتخب السعودي اقدر اعمل دول ما حسوش بالدنية الفنية أنا بعيد خالص عن المستوى الفني مع لعيب الأرجنتين وأساطير الأرجنتين لا 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 دي كورة وأنا عندي إمكانيات الفنية جيدة وهم عندهم إمكانياتهم الفنية الكبيرة وندل ند بقى والملعب يورينا والملعب ورينا النهاردة المنتخب السعودي